السلام عليكم وأهلا بكم أعزائي الطلاب في درسنا لهذا اليوم بعنوان مراجعة وتدريبات المظاهر الحضارية للخلافة الأموية والآن عزيزي الطالب ما هي أهم العوامل التي ساعدت على ازدهار الحضارة الإسلامية؟ أحسنت تشجيع الخلفاء والحكام للعلماء والأدباء وتوفير الإمكانيات للبحث والتعلم وثانيا أحسنت انتشار حركة الترجمة وتوفر المكتبات ثالثا العامل الديني حيث شجع القرآن والسنة على طلب العلم عزيزي الطالب ما هي أهم المظاهر الحضارية للخلافة الأموية؟ ممتاز الحياة السياسية والحياة الاقتصادية والحياة الاجتماعية والحياة الثقافية وكنا قد تحدثنا بشكل مفصل عن الحياة السياسية والحياة الاقتصادية أما فيما يتعلق بالحياة الاجتماعية والحياة الثقافية فهي معلومات إثرائية في كتابك المدرسي والآن عزيز الطالب لنستعد أهم المصطلحات والمفاهيم التي تعلمناها سابقا أولا كل ما تم إنجازه على يد المسلمين في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والعلمية والتقنية يدل هذا المصطلح على ممتاز الحضارة الإسلامية ثانيا المعاونة والمؤازرة في تحمل أعباء الحكم يدل المفهوم التالي على ممتاز الوزارة ثالثا كلمة تعني السجل أو الدفتر ثم أطلقت على المكان الذي يتم الاحتفاظ فيه بالسجلات يدل هذا المفهوم على ممتاز الديوان والآن عزيز الطالب افتح الكتاب صفحة 120 ثم أجب على السؤال الثالث عزيز الطالب اذكر عوامل نشأة وازدهار الحضارة الإسلامية في العهد الأموي ممتاز تشجيع الخلفاء والحكام للعلماء والأدباء وتوفير الإمكانيات للبحث والتعلم والآن عزيز الطالب ما هي أهم مظاهر الحياة السياسية للخلافة الأموية؟ ممتاز نظام الحكم التنظيم الإداري الدواوين الجيش والأسطول ويتكون نظام الحكم من الخلافة والوزارة ويتكون التنظيم الإداري من الإمارة أو كما تسمى الولاية وثانيا الكتابة والآن عزيز الطالب أجب عن الأسئلة الآتية أولا ما اسم الخليفة الأموي الذي حول الخلافة إلى مبدأ الوراثة في الحكم؟ ممتاز معاوية بن أبي سفيان ثانيا عزيز الطالب اذكر أهم كتاب الدولة الأموية في دمشق ممتاز عبد الحميد الكاتب ثالثا عدد مهام الوالي في الدولة الأموية أحسنت قيادة الجند في الولاية وإدارة شؤون الرعية والآن عزيز الطالب افتح الكتاب صفحة 119 ثم أجب على السؤال الأول اختر الإجابة الصحيحة من بين البدائل الآتية أولا تحولت الخلافة إلى نظام راثي على يد الخليفة ممتاز معاوية بن أبي سفيان ثانيا تولى حكم الإقليم في عهد الدولة الأموية ممتاز الوالي الدواوين عزيز الطالب ما هي أهم الدواوين التي تم إنشاؤها في عهد الدولة الأموية؟ ممتاز ديوان الخراج والذي يتولى جمع الضرائب المفروضة على الأراضي وديوان الجند والذي يتولى تسجيل أسماء الجند وأوصافهم ورواتبهم وديوان الخاتم والذي يختص بختم الرسائل بالختم الخاص بالخليفة وديوان الرسائل والذي يختص بكتابة الرسائل الصادرة من الخليفة ويسمى ديوان الإنشاء عزيز الطالب أجب على السؤال التالي تم تعريب الدواوين في عهد الخليفة؟ ممتاز عبد الملك بالمروان والآن مع الجيش والأسطول لقد بلغ الجيش الإسلامي درجة متقدمة من القوة والتنظيم ولقد اهتم الأمويون أيضا بالأسطول البحري وبلغ عدد السفن أكثر من 170 سفينة كما استطاع المسلمون من السيطرة على معظم الجزر في البحر المتوسط أما في الأندلس فقد تشكل الجيش مع قدوم الأمير عبد الرحمن الداخل وتشكل من الفرق النظامية عزيز الطالب افتح الكتاب صفحة 119 ثم أجب على الأسئلة التالية من السؤال الأول اختر الإجابة الصحيحة من بين البدائل الآتية أطلق على ديوان الإنشاء اسم ديوان ممتاز ديوان الرسائل الديوان الذي يختص بختم الرسائل قبل إرسالها حتى لا تتعرض للتزوير الديوان الذي يتولى جمع الضرائب المفروضة على الأراضي هو ديوان ممتاز الخراج والآن عزيز الطالب افتح الكتاب صفحة 120 ثم أجب عن الأسئلة التالية السؤال الثاني علل كل مما يأتي إنشاء ديوان الخراج ممتاز لجمع الضرائب المفروضة على الأراضي السؤال الثالث أجب عن الأسئلة الآتية عزيز الطالب واذكر أهم نتائج اهتمام المسلمين بالأسطول البحري ممتاز سيطرة المسلمين على معظم جزر البحر المتوسط أيضا عزيز الطالب افتح الكتاب صفحة 121 ثم أجب على السؤال الرابع عزيز الطالب قارن بين اختصاصات ديوان الرسائل وديوان الخاتم في الجدول التالي ما هي عزيز الطالب اختصاصات ديوان الرسائل؟ ممتاز كتابة الرسائل الصادرة من الخليفة وما هي اختصاصات ديوان الخاتم؟ ممتاز ختم الرسائل بالختم الخاص بالخليفة قبل إرسالها والآن عزيز الطالب لنستعد هم المعلومات التي تحدثنا عنها في درسنا لهذا اليوم أولا عوامل ازدهار الحضارة الإسلامية والتي تتمثل ب تشجيع الخلفاء والحكام للعلماء والأدباء ثانيا انتشار حركة الترجمة ثالثا العامل الديني حيث تشجع القرآن والسنة على طلب العلم أما فيما يتعلق بالحياة السياسية للدولة الأموية والتي تتكون من نظام الحكم التنظيم الإداري الدواوين الجيش والأسطول وأن نظام الحكم في الدولة الأموية يتكون من الخلافة والوزارة وأن التنظيم الإداري في الدولة الأموية يتكون من الإمارة أو كما تسمى الولاية والكتاب وتتمثل الدواوين بالدولة الأموية ب ديوان الجند ديوان الخراج ديوان الخاتم وديوان الرسائل أعزاء الطلاب عليكم الدخول على تطبيق Microsoft Teams وذلك للإجابة على سؤال درس اليوم خلال 24 ساعة والتواصل مع المعلم للإجابة على أسئلتكم ملاحظة سوف يتم تسجيل الحضور من خلال حل الواجب وبذلك يكون قد انتهى درسنا لهذا اليوم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر